موسيقى 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 كابتن فرج العماري ثابت النقطتين المهمين في المشكلة يعني أساس المشكلة معنا عشان هو دعا أعوريكم أن الموضوع كان شخصانا بشكل غريب النقطتين المهمين في المشكلة في محمد جان وفي اللايحة أن أنت ما أخذتش عليها موافقة الاتحاد الدولي لازم كل اللايحة تعتمد من الاتحاد الدولي بتاعتها وبعد أنت تعودها على الجماعية العمومية بتاعتك لا أخذتش ما عملتش كده وعرضت على الجماعية العمومية رح بقعت للاتحاد الدولي هو ده اللي عندنا فالاتحاد الدولي قال له احنا عندنا لازم أنك أنت تتباحها الأول وتعمل واحدين تلاتة أربعة ومضوع محمد جادر بالضبط تمام وراح داخل غيرت في اللوارفولي وشد مع اللوارفولي فكان أثر الكلام دوت ان اللوارفولي ده قام جماعة أنا عشان سفرت وتعيشت جوة كوريا الجنوبية وجوة الاتحاد دولي 6 شهور اللوارفولي ده ده رئيس جمهورية يا جماعة 207 دولة في العالم اللوارفولي ده لما بينزل المطار من المطارات الدنيا بتكفرشه أنا بحب سافر السفريات مع اللوارفولي علشان بصراحة يعني ألزق فيه بالاخر عربيات وأمن دولة بتستقباله عربيات رياسة ومراسم وموضوع كبير اللوارفولي قامة مصرية اجتماعية ووجهة مش واخده حقه مصر خالص نما هو برا في العالم حاجة تانية خالص جاء قرار الاتحاد الدولي باستباعات كابتن فرج العمالي وعمل انتخابات على سوري وعمل انتخابات داخلية على مجلس الإدارة لاختيار واحد تاني قائم بالأعمال وجاء ساعتها الدكتور محمد علي أوزي اللحظة دي كانت لحظة فاصلة لأن كان فيه حرب جامدة جدا على الإبقاء على كابتن فرج العمالي في الاتحاد من جانب اللجنة الأولمبية المصرية تمام؟ واستخدموا كل الطرق علشان خاطر كابتن فرج يفضل بس طبعا انت انت بتهز جيان دولي فالقرار بتاع الاتحاد الدولي هو القرار الرسمي اللي لازم تحترمه اللجان الأولمبية القومية تمام؟ بناء على توصيات المثاق الأولمبي لي اللجان الأولمبية اللي هي الـ IOC انترناشل الأولمبي كوميتيا دورك مدريب أنا رجاء عم قدت كل حاجة ونبص كأنهم مش شايفين أي حاجة قدامه من الآخر ما هو انت اللجنة الأولمبية الدولية الجامعية العمومية بتاعتها مين؟ الاتحادات الدولية فالاتحاد الدولي خد القرار بتاعه أخطر به الاتحاد المصري وأخطر به اللجنة الأولمبية المصري لأن هذا الرجل مستبعد وتم استبعاده وتولى الدكتور محمد علي أبو زيد الفترة التي تولى فيها الدكتور محمد علي أبو زيد كانت بداية من شهر 1 2017 الأرض جفت على كل الاتحادات لا يوجد فلوس لا يوجد دعم لا يوجد أي شيء خالص ووكال عادة الدكتور محمد علي أبو زيد صرف من جيبه لأنه هو الرجل صرف لحد دروية من بداية 2012 لحد 2017 أو 3 مليون و600 ألف جنيه من جيبه الخاص لدعم لاتحاد المصري التايكوندو ومنتخبات القومية محمد علي أبو زيد شهادة حق لربنا لخد تسكر الطيران ولا استخدم حرية أنه عضو مجلس إدارة في تخصصات ولا خد بوكت موني ولا قاعد في فندق من الفنادق على حساب الاتحاد ولا أي حاجة خالص محمد علي أبو زيد بقاله خمس سنين بيدفع فلوس بس بيدفع فلوس ليه؟ لأن الراجل يحب اللعبة وعايز يحط بصمة حقيقية تفضل محتوطة له في التاريخ وحط حط في هدايا وخدوا هدايا منه وعملوا فرح ونسبوا لنفسه بس ربنا أراد أن يجيلوا فرحة كبيرة انت شفتها يوم بطولة العالم النشيئة لا يوجد فلوس متشكرين جدا سأخرج المنتخب على حسابي تركيا أقوى مدارس النشيئين في العالم عسكروا من مدة أسبوعين دفع كل شيء رجع منها استضاف بطولة العالم في مصر دفع كل فلوس بطولة العالم الوزارة قدتنا مليون جنيه خصموا منهم 400 ألف جنيه فوقع غريبة جدا علشان إيجار الصالة والمديرة الشبابية مش فهم يعني محمد كيف حصل؟ هو ده قرار قرار طالع كده مليون جنيه مليون جنيه في ميزانية متقدمة ب3 و6 من 10 مليون جنيه أو 3 و7 من 10 مليون جنيه تمام؟ واتخذ من المليون جنيه 400 ألف جنيه إيجار صالة وإيجار المدينة الشبابية أنا بسألك أنا بقول لك وضع حقيقي حصل ده مش غاب من الدولة بس ده كان قبلها فيه بطولة الطائرة أو بطولة البسكت وكان اهتمام فضيع بطولة الطائرة وبطولة البسكت وجابوا الشركات وكلموا المؤسسات وكلموا تنشيط السياحة ووزارة السياحة ومش عارف مين وإحنا مفيش لا 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 أنا مش أتكلم عن النقطة دي أنا بتكلم إن كان نتعامل ونرجع تاني بالتاريخ والورق موجود ومواقع موجودة نتعامل أكتر من خمس اجتماعات مع سيد وزير شبابه والرياضة مع اللجنة المنظمة لبطولة الطائرة واللجنة المنظمة لبطولة السلة قبل ما البطولة تتعامل أكتر من خمس ست مرات والأستاذ محمد كساف كان ينزل على طول ويشاير النهاردة اجتماع حتى يكون ده محدش رفع سماء التليفون عليه وإحنا كنا بنجري يا جماعة تعالوا قعدوا ما انت شفت بعينك ما فيش غير اللوة خالد فودة ربنا يكرمه وربه كان يسافر الحج أجل سفره يوم عشان يحضر الاتتاع مخصوص قال له قال له لما راح له اللوة الفولي وراح له دكتور محمد علي أبو سيد قال له أنا واقف جنبكم لأن ده وش مصر هو قال كده قال له دي مصر يا جماعة ملاقش عراقة بقى لا حسابات ولا انتخابات ولا أي حاجة لا لا ولا مندوبين عنه لا أول وفد روسي لمصر من سنتين يجي لك وإيه ده نزل تل قبيب ده الوافد روسي جاي بره والفضل بردو بعد ربنا اللوة الفولي تنصيق مع اللوة خالد فودا ومع قيادات القوات المسلحة وقيادات الدخلية المصرية ما شعروش بأي حاجة بس الوافد كان متأمن تماما انت جايلك وفد كان فيه كانت شفت خمسة وخمسين بني آدم فيعني ده لو كانوا واحد بس حصل لهم حاجة كانت الدنيا خربت ونزل لك تل قبيب وجاي عن طريق بري عن طريق بالزبط فلا المجهود اللي بوزل علشان خاطر البطولة دي تطلع بالشكل ده للعالم مجهود كبير جدا والفترة دي ويمكن الناس كتير متعرفش كواليسها ودي ضمن المشاكل اللي احنا بنعاتف فيها مع مسؤولين الرياضة المصرية ان احنا عشان نستضيف البطولة كان فيه حرب هناك في كوريا الجنوبية انا حضرت البرزنتيشن انت انت مع بداية البرزنتيشن امريكا استراليا انجلترا فرنسا ألمانيا هاتك مش جايين مصر نوت صيف واش فانت بطلة العالم واحد انت بطلة العالم واحد بس قدرنا الحمد لله ان احنا نجيب 44 دولة ويجوا ويلعبوا وان احنا نحن الكلام ده ويحسوا بالامان ورئيس الاتحاد الدولي جالك والكانسل كله بتاع الاتحاد الدولي جالك ورؤساء الاتحادات القرية كانوا موجودين عندك لا كانت حاجة حدث محتاج ان يلقاء ضوء عليه في شكل مختلف وانا بشكر من خلالكم برضو دي امسين كانت عملت شغل هاي بصراحة نقلت فعليات بطولة ونقلت لقاءات كتيرة وهو ده الحاجة الوحيدة انه ظهرت اشتركوا في القناة